السلام عليكم من تحياتي جميع متابع القناة عائد الغربان ورحبا بكم اليوم في الفيديو هذا اللي سنتكلموا على مين وصلوا عقود العمل الموسمية والدائمة ديال فرنسا 2023 سنتكلم أيضا واش ممكن أنه سيكون توقف ديال مواعيد نيفة الأيام الجاية بما أنه آخر السنة سنتكلم أيضا على عقود العمل ديال 2024 بما أنه كان بزرد الأسئلة التي كانت تشترح لي من هنا وهناك فنشرحه بزرد الموقات في الفيديو هذا اللي سيجبكم فقط أريد أن أقول لكم أن هذا الفيديو هذا فهو خلاصة أولا للبلان ديال العام كامل فيما يخص للناس للعقود العمل اللي عندهم يعني الموسمية والدائمة نفهمه بزرد النقاط وبزرد الاستنتاجات اللي ستعجبكم إن شاء الله الآن سنتبقوا أول حاجة فيما يخص فين وصلوا عقود العمل أو لا فين وصلوا المواعين للعقود العمل أول حاجة أقول لكم هو أن الرنديفو مؤخرا عرفوا واحد تحسن كبير مقارنة بالصف وما قبل الصف يعني مؤخرا بزرد الناس توصلوا بالمواعيد ديالهم الحمد لله وربي صخر لهم وكان يرجى دبرا فرنسا يعني الأمور فهي غادة مزين إلا ما توصلنا بالمواعيد فهذا يعني أنه كان مشكلة للإخوان دياله بزرد الناس يقولون لي خليد ما توصلنا بالمواعيد كان قولهم في هذه الحالة هذه إلى فتش شهرين وما توصلتش بالرنديفو ديالك من المستحصن أن الفاتران يأتي عندهم لو في يشوف معهم حيث هنا ربما يجيو شو واحد يقولون لي خليد دابا اني فات شغور وما يجيو الباترون ديالي أقول خليد لذلك من المستحصن أن الفاتران ديالك يأتي في الشهرين الأولى غير طالي كالرنديفو يتعطل شوية نقول الباتران ديالك يأتي عندهم كما قلت لكم بما تقولوني ربما لماذا الذي تجعلاني المستحصن الصعود لماذا تجعلون أن الفاتران ديالك كالرنديفو ماذا تجعلون الناس صح بيا من المستحصن لا يقولين نفسك على السبب السبب الأساسي في هذه القضية هذه هو أنه وقع بمؤفد العمدة للأسف شديد يتوقعوا بالزرد عن الناس الذين يبيعون المصر هذا شيء نوالي غير معمول به وغير قانوني وغير قفال هذا شيء واي واحد يشك فيه للأسف شديد يوقف المصر أو لا تقدم استعلقان بداخل المزيد Veloc هذا سبب الأساسي للنجو أنه أي ح jotka ما تقدم المشاركين أو يجي لهم هو الطاقة هناه النقطة الأولى وهي النقطة مهمة النقطة الثانية ستقولون إليها ما هو 6 أفضات شهر ترفض من القرى من Lalera هكذا هل مقربة ترفض؟ أم لا ؟ القرى ستقولون أيضاً إنقال لقد قادروا بالضع easiest نتجد أي حتى 6 أ moim فال vị 뒤에 هكذا لقد قادروا الإلاح würde هذي السؤال المطروح كيف تحسب من نهار خرجاتي او من نهار 5 سنة بدأ الخدمة كما تعرفون في التصريح بالعمل او من نهار 15 شهر واحد و خرجاتي او من نهار 21 او من نهار 15 شهر واحد لا تخلص مصاريك لك او لا يقولك حقا او من نهار 15 شهر واحد هنا نقطة مهمة نقطة اخرى الاولى بعض الاستنتاجات اخرى اللي هي مهمة واش العقود العمل للعام ٢٠٢٣ بما انه احنا في اخر السنة من غادي ندخله العام جديد ٢٠٢٤ واش هذه العقود العمل اللي مدفع مؤخرا واش سيسبوها للتوقف وغادي يبدو يتريته للعام ٢٠٢٤ هالقضية خطأ الاخوان دي خطأ ما كيناش بالنسبة للعقود العمل للفرنسا فهي متميزة على عقود العمل للعام ٢٢٤٠ والبرتغال ٢٠٠، ٢٢٠٠ وسيئس بحل بحل لذا ما نقول مثلا ٢٠٢٠ فعقود العمل للعام ٢٠١ فهي خرجون الدولة كتعتكم بوحت الـ ٢٠ بلاتفوم كي خرجو فيها عقود العمل للعام ٢٠٢٠ موسمية ٢١٠ انه مره إحدى في عام ٢٠٠٠ في جميع الأكبر يعني دابان ناس يدفعوا بسر جوجة ٢٠٢٢٠ اذا الناس الذين لا يجب عليهم الى رمضة لا يجب عليهم الى فرنسا لا فرنسا في التسس شهر لا يجب عليك العمل في شهرين لا يجب عليك اعمال في شهر ربعا لا يوجد مشكلة او لا تتم المعالجة في اعوام مختلفة في عام 2023 و2023 و2024 لا تتحدث عن شيء لا تقول فقط لا تتحدث عن شيء لا تتحدث عن شيء لا تتحدث عن شيء اخر ممكن ان تتكلم عليها فيما يقص عقود عامل و2024 وشهر ربما يكون تشديدات المجلس الشيوخ وبرنامه الفرنسي تمت تغييرات بعض القوانين بل انه تمت تشديد على الاجانب هنا الخبر المفرحة بالنسبة للعقود فهو بما كانت شيء جديد او لما كانت شيء جديد لا تتحدث عن شيء الباترون لديه الحق انه يجيبك فوق ما قال لي راسه راسه يعني قال بغير يجيبك غداء بعد غداء يعني الدولة الفرنسية والحكومة الفرنسية لا تتحدث عن الباترون لا تتحدث عنهم من المغرب لا تتحدث عن هذه الدولة لا هذا شيء لا تتحدث لا تخافوا يعني في شارج الجاي جاء في السمالة الجاية ثم رأس رأس السنة هنا القرب زبنات كي قلتو في يأخذوا الكونجة فهذا يعني ان الوفي تقدر تفقد خمسين في مياه دي الموظفين دي اللي يخرجوا الكونجة خمسين في مياه فذا يعني ان الوفي غادي تهبط شوية رتم دي الخدمة غادي تهبط رتم دي الخدمة في موضة دي جو السمالات ذلك الشيء اللي كانت تحكم انه من الاحسن انكم ادراري بنات اللي زي ما بغي بشي سوء ما يمشي شي سوء فهذا جو السمالات جاين لانه زي ما كنا لكافاسيتة دي الخدمة تكون هابطة غايكون شوية اخير يعني ما تحمل فش راسكم فهذا جو السمالات جاين من الاحسن تصيرو تل مهنة جو السمالات عا تصيرو ديك ساعة تكون شوية عادي رجعوا الموظفين يعني عا تكون قادية شوية الناس رجعين مرتاحين فيهم ما يخدموا فيهم ما يهضروا ودك ساعة سبتونكلوا الله سوله على راسكم هنا كانت جميل جميل فيما يخص هذي السنة هي كانت سنة عصيبة يعني بالنسبة للولي للسنة يعني كانت كان بزفد الرفض كانت بزفد المشاكية كانت بزفد المواعيد اليوم شوية كانت تحسن فيما يخص يعني القبول كانت تحسن كبير قدر نقول لكم كان نفع ثلاثية في نية دي القبول او لخمسة وعشرين في نية دي القبول 5% سامة مثلك في يوم 30%-30% كانت نسبة قليلة وهنا نسبة رتافعة كوضاء رتافعت كانت لديهم بشكل اقليل اليوم سامت انها رتافعت القوضاء بالقوضاء في النهر مثلا كان لديهم 101 وقدروا بلدهم مله 20.1 يعني ارتافعت الكوضاء سنوات آخرين قدروا نقولوا بو تقرير من هذا الشيء تقرير من لدينا مهم فيما يخص يعني بعض الاستنتاجات وبعض الخلاصات فيما يخص عقود العمل الموسمية والدائمة بعد الموادع أخرى فيما يخص يعني كما قلت لكم كان هناك تغييرات في الهجرة ما كي اترفع لك من دابا في كونترا من هذا الدخل لفرنسا كي قدر اتطر عليك لكي اتطر عليك فاني بفجد قد ورقاتك إلا كتبه قد تحصل لشي مساعدة غدي اتطر عليك اكسترا لكي اتطر عليك فاني بفجد قدر من هذا الشيء عادي جدا بو كفالا سوف نتكلم عليك في الفيديو القادم ان شاء الله نتمنى انكم تكونوا فهمت الفيديو ونشاهدوا الوحباك ونجعلوا في التعليق ونضربهم وعيد الفيديو القادم ونضربهم في راية الله